أليف كتاب جديد لإثراء المكتبة الجادية في مجال القانون قدمته المدرسة الوطنية للتدريب القضائي بعنوان مذكرة الكاتب العدلي الجادي للبروفيسور محمد سعيد أبو زين سعيد كاتب عدل لدى محكمة الاستيناف في انجامين يحتوي الكتاب على 189 صفحة ذلك في جزئين رئيسيين حيث الجزء الأول يتحدث عن النصوص القانونية أما الجزء الثاني فإنه يتحدث عن التسئير والرسوم العقارية والضريبية المساهمة في عملية تسهيل مهنة الكاتب العدلي الجادي أثناء مرسته لعمله هي التي دفعت البروفيسور لتأليف المذكرة تسهيل أمل الكاتب الأدل نفسه لأن هذه القوانين معروفة فعلا لكنه لا يحفظها كلها في جدافر هذه المذكرة قائمة الأسماع على أساس سيمكن نستفيد منها الفاتب في البحث وكذلك في الفحرس اللي كان عملنا يرجع إليها ليجد يحتاج إليه بسهول أكثر من استعمال العنون في هد ذاته يعتبر المؤلف مشارك في جامعات مصرية وعميد سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعات أن جمينا وكذا مفتش دولة سابق يشار إلى أن الدار التي قامت بنشر هذا الكتاب هي مطبعة مانديلا للنشر والإعلان انتهى الحفل بإهداء الكتاب من قبلها المؤلف لعدد من المختصين والطلاب في مجال القانون ولعدد من المدعوين أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر